يستشعر الرئيس نبيه بر خطر المراوحة الحكومية والتفلت الأمني من جراء عدم التوافق على تأليف حكومة إنقاذ لا بل بفعل التعنت وعدم التلاقي على الحوار وفك العقد فبعد أن اصطدمت مبادرة بر الأولى بالثلث المعطل الذي يتمسك به فريق رئيس الجمهورية حرك مبادرته الثانية التي واجهت المصير نفسه وبددها الثلث المعطل من جديد فما مضمون مبادرة بر الثانية وما مندرجاتها التي تبلورت بعد لقاء الوزير السابق علي حسن خليل موفدا من الرئيس بر بالرئيس المكلف سعد الحرير الأسبوع الماضي بعد عودة الأخير من الإمارات طرح بر حكومة عشرينية أحد أعمدتها التقاء رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان والتوافق على اسم مشترك للمقعد الدرزي الثاني فتحقق هذا اللقاء في كليمونسوس سبت الماضي وجرى التوافق على أن المقعد الدرزي لا يشكل أي عقدة وجنبلاط لن يقف عقبة أمام تأليف الحكومة الأساس الثاني في مبادرة بره أن لا ينفرد أي فريق بالثلث المعطل فتكون بذلك حصة رئيس الجمهورية وتياره خمسة وزراء زائد أرمني إلا أن رئيس التيار النائب جبران باسيل رفض الطرح متمسكا بستة وزراء زائد أرمني أي الثلث المعطل البندو الثالث من مبادرة الرئيس بر يتمثل في فك عقدة وزارة الداخلية حيث طرح أن يتقدم الرئيسان عون والحرير بلائحة أسماء للتوافق على اسم مشترك الحرير أبلغ بر مرونته في التوافق على اسم مشترك ولكنه شدد على أنه لن يقدم على أي تنازل جديد قبل أن يأخذ جوابا رسميا ومبرما عن تنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطل وهذا ما لم يحصل وأجهضت رئاسة الجمهورية مبادرة بر من جديد رواند أبو غزام قناة الجديد